ترجمة نانسي قنقر فقط بديلاً عن استعمال الماء للتطهر لبعض الأسباب وبدل الماء نستخدم التراب أو الرمل أو الحصر أو الصخر الجاف الطاهر وإذا لم تتوفر تلك الأشياء فلا بأس أن تتيمم بالغبار المتجمع في زوايا المنزل مثلاً فإذا لم تتمكن من الغسل أو الوضوء أو كليهما لعدم وجود الماء أو لأنك تخاف الضرر الصحي من استعمال الماء وبعض الحالات الأخرى حسب ما يفتي به مرجعك فيجب حينها أن تتيمم ثم تصلي هناك نوعان من التيمم تيمم بدل الغضوء تيمم بدل الغسل وكلاهما بنفس الطريقة أن تتعامل المتجمع في زوايا 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 المتجمع في زوا أحكام إذا كان على المؤمن وضوء فإنه يتيمم مرة واحدة بدل الوضوء إذا كان على المؤمن غسل الجنابة فإنه يتيمم مرة واحدة بدل غسل الجنابة لأن التيمم بدل غسل الجنابة يغني عن الوضوء كما هو الحال مع غسل الجنابة إذا كان على المؤمن أي غسل من الأغسال غير غسل الجنابة يجب أن يتيمم مرتين قبل الصلاة الأول بدل الغسل والثاني بدل الوضوء لأنه عليه غسل ووضوء من وجبت عليه أغسال عدة مثلا جامع امرأته ولم يغتسل ثم احتلم ثم لمس ميتا جسده بارد ولم يجد الماء أو لا يستطيع استعمال الماء لسبب ما فإنه يجوز له أن يتيمم بدل الغسل مرة واحدة بنية جميع الأغسال الواجبة عليه كيفية التيمم قبل أن تبدأ التيمم يجب أن تعلم لأي سبب تتيمم بدل الوضوء أو الغسل أو بدل أغسال عدة وما نوع الغسل تضع أمامك ما يجوز التيمم به وفي حالتنا هذه سنستخدم التراب الجاف الطاهر أولا تضع كفيك مضمومة الأصابع بهذه الصورة ثم تضرب التراب ضربة واحدة بهذا الشكل ثم تنفض اليدين من التراب الغليظ العالق حتى لا تجرح الوجه ثم تمسح الجبهة من منبت شعر الرأس إلى الحاجبين مع أعلى الأنف بهذه الكيفية تضع الكفين مضمومتين إلى جنب بعض بهذه الصورة وتبدأ المسح من منبت شعر الرأس إلى أن تمسح الحاجبين وأعلى الأنف ثم تمسح ظاهر الكف اليمنى بباطن الكف اليسرى من أعلى المفصل بقليل إلى أطراف الأصابع بهذا الشكل ولابد من مسح ظاهر الإبهام أيضاً ثم تمسح ظاهر الكف اليسرى بباطن الكف اليمنى من أعلى المفصل بقليل إلى أطراف الأصابع بهذا الشكل ولابد من مسح ظاهر الإبهام أيضاً إلى هنا يكون انتهى التيمم بناءً على الرأي المشهور بين المراجع ولكن هناك البعض من المراجع من يوجب التكملة الآتية ثم تضرب التراب بباطن الكفين مرة أخرى هكذا ثم تنفض اليدين من التراب الغليض العالق ثم تمسح ظاهر الكف اليمنى بباطن الكف اليسرى من أعلى المفصل بقليل إلى أطراف الأصابع بهذا الشكل مع مسح ظاهر الإبهام أيضاً ثم تمسح ظاهر الكف اليسرى بباطن الكف اليمنى من أعلى المفصل بقليل إلى أطراف الأصابع بهذا الشكل مع مسح ظاهر الإبهام أيضاً وبهذا تكون أنهيت التيامم ترجمة نانسي قنقر